أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائن يقول هل كثرة السرقات وانتشارها سببه إهمال وإبطال إقامة حد السرقة نعم في هذه البلاد ولله الحمد مكان تقطع يد السارق خفت خفى السرقات في البلاد الأخرى ما يستقرون ولا على أموالهم ولا يأمنون على أموالهم ولا على بيوتهم يهجم عليهم وتوخذ أموالهم أما في هذه البلاد ولله الحمد فالأمن مستتب ما نقول أنه ما يوجد سرقة يوجد سرقة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت السرقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يقيم الحدود وجد الزنا في عهده صلى الله عليه وسلم مع أنه يقيم الحدود فما هو معناه أنه ما يوجد في المجتمع جريمة توجد الجرائم ولكن الشام في إقامة الحد والحدود ولله الحمد في هذا البلد تقام تقام ولله الحمد ولذلك هذا البلد يمتاز على غيره من بلدان العالم أرقى بلاد العالم كما يسمونها بالأسلحة والمخابرات والأشياء الجريمة فيها متفشية وهذه البلاد ولله الحمد الجرائم فيها قليلة وعلى خفية هذا من فضل الله سبحانه وتعالى نعم الحمد لله